السلام البنات كديري لبس عليكم تمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة ان شاء الله وانتو ما كتشاهدوا هاد القناة اليوم مع فيديو جديد موضوع مهم بزاف كيف ما كنعرفو بان الكثير من الازواج كي يحلموا بالحصول على طفل فهل هناك خطوات بسيطة كتزيد من احتمالية النجاح ديالهم في ذلك بقاي معايا وتابعي هاد الفيديو وقبل ما نبدأ الفيديو يلقتي انه كي ناسب جميع السيدات اللي كي يبحثوا على الحمل وغادي يفيدهم حاولي تخلي لي واحد اللايك باش يوصل للنساء اللي كينتظروا الدرية الصالحة ان شاء الله كيف ما كنعرفو بان هناك عدة خطوات وعدة نصائح اللي دي ما كنبغي وما كنبخلش عليكم بها كنبغي نقدمها لكم في الفيديوهات باش هكا تكون مكملة الوصفات الطبيعية وكذلك المعلومات اللي كنقدم لكم حصريا في هاد القناة هادي فضروري من نصائح باش تعرفي شنو الأخطاء اللي كتدري وتجن بهم وكذلك عدة أشياء إضافية اللي ممكن تضيفها لحياة ديالك اليومية وتعلي بها من فرص الحمل كين عدة نصائح اللي غنذكر لك دبع عشر نصائح منها وغادي تتبعيها ان شاء الله ويكون خير وربي غادي يرزقك ان شاء الله بالدرية الصالحة مع الدعاء والاستغفار لأن الدعاء والاستغفار هما اللي كيجلبون الرزق ان شاء الله وبطبيعة الحال انتي ديري الأسباب والكمال على الله ربي غادي يرزقك الدرية الصالحة في الوقت المناسب بالنسبة للنصائح أول نصيحة وهي ضروري تقلب على أيام الإبادة أو أيام الخصوبة خستعرفي بأن فرص الحمل كتكون أكبر قبل أنتاج البويضة وبعدها بأيام قليلة يعني السيدات اللي كيخطؤوا وكيعتقدوا بأن الإبادة كتكون يوم واحد فقط فذك اليوم ما كتقدش انتي تعرفيه لا أنا لا انتي ما كنقدش نعرفو ذك اليوم من غير يعني إلا كنتي كتبين الطبيب ديال النساء والتوليد يقد هو يدير لك الصنار ويحدد لك اليوم ولكن وقته هو كيبقى تقريبي يعني ما كتقدش تعرفيه إن وقت هو الوقت المناسب فضروري خستك تركزي على الأيام لقبل اليوم الإبادة والأيام اللي بعد يوم الإبادة باش هكا تكون نتيجة إيجابية إن شاء الله وكذلك خستك ضروري بالنسبة للسيدات اللي ما كيعرفوش يحسبو الإبادة ديالهم خستهم يشريوا واحد الجهاز يعني كيتبع في الصيدليات وهد الموضوع ديال جهاز الإبادة راه ما نسيتوش بالنسبة للأخوات اللي كيتلبوني عليه باش نقدمو في القناة غادي ندير لكم موضوع إن شاء الله على كيفاش تتخدمي جهاز الإبادة باش هكا تكون معلومات دقيقة ومفيدة الجميع السيدات اللي غا يقتنوا هد الجهاز وغا يبغيوا يجربوه باش يعرفوا الطريقة الصحيحة وكيفاش يقرؤوا النتيجة على الجهاز هد الجهاز هده كيمكنك من أنك تعرفي وقتاش خرجات البويضة يعني كيكون بحال جهاز اختبار الحمل وكتعرفي وقتاش يعني ممكن يكون هناك فرص عالية لحدود الحمل وهو طريقة مثالية يعني كتقد تنجح بنسبة 90% في تحديد موعد الإبادة كذلك تاني نصيحة وهي أخذ الأمر بتأنن ودون توتر وكركز عليها ديما خليكم مرتاحين في التفكير ديلكم حاولوا تبعدوا عليكم الأفكار السلبية كيف ما كان عارفوا بأن السيدات اللي كيبغيوا الحمل بشكل سريع وفي وقت قصير وهد الأمر كتعرفي بأنه ماشي بدينا احنا احنا فقط كنديروا الأسباب ولكن خستك ضروري تكوني كتتخذي الأمر بوحد الأرياحية ووحد الصبر باش هكا متتوتر ما يلعبش عليك وما يلعبش على الهرمونات ديالك وبالتالي غادي تزيدي فقط تأخري الحمل ديالك بدون قصد فضروري ما خستكش تبالغي في الأمر وما خستكش تفكري فيه بوحد شكل هستيري أو وحد شكل مبالغ فيه حاولي تخلي الأمر يمشي بشكل تلقائي وربي إن شاء الله غادي يرزقك الدرية في القريب بإذن الله فقط تبعي النصائح والأسباب تخذي الأسباب وكذلك الدعاء والاستغفار ديما وإن شاء الله ربي غادي يجيب لك الدرية الصالحة بإذن الله وكيف ما كان عارفوا بأن السيدات اللي كي يرغبوا بشكل ملح في الدرية الصالحة كي يعني كي يرغموا الأزواج ديالهم وكي يكون هناك نوع من التوتر في العلاقة وبالتالي غادي يحدث وحد الإزعاج ووحد يعني وحد التوتر اللي هو ما شيف ما حلو وبالتالي غادي يزيد يتأخر الحمل ديالك كل ما كنتي رغبة فيه كتر كل ما غادي يزيد يتأخر عندك كذلك التغذية الصحية التوازن الهرموني من أهم شروط الحمل لدى المرأة والتغذية بشكل صحي كتتضمن هذا التوازن وتوفر المواد اللازمة لنمو الجنين يعني التغذية الصحية ضروري خاستك تعتمد على ندام غذائي متكامل فيه الخضروات فيه الفواكه مكسرات اللحم قليل منهم اللحم الحمراء كذلك كتر من الأسماك وهذا الأمر هذا كيكون بشكل متوازي ومتوازن باش هكا تضمني أن الجسم ديالك يستفد من جميع العناصر الضرورية اللي غادي تغذيه وبالتالي ديك البوايدة غا تكبر مزيان وكذلك بالنسبة للرجل أو الزوج تهوه خاصو يكون تغذية عنده تغذية سليمة باش يكون يعني توازن بين الزوج والزوجة وبالتالي يحدث الحمل كذلك بتعذي على الكافيين تقليل من استهلاك القهوة والشاي أمر ضروري لحمل سريع وسليم كما يجب الإقلاع تماما عن التدخيل لما له من أضرار على الجنين الاعتدال كذلك في ممارسة الرياضة ممارسة الرياضة مهمة جدا للحمل السريع لأنها كتنظم الوزن وكتأثر إيجابيا على التوازن الهرموني لكن المبالغة في ممارسة الرياضة كتأثر سلبا على فرص الحمل فضروري خاصة الاعتدال حول تدري فقط تماري الرياضية بسيطة في المنزل ديالك بدون تدري واحد المجهود كبير بزاف أو تحملي أشياء تقيلة ضروري خاصة الاعتدال والرياضة مهمة للجسم السليم وكذلك للحمل السريع إن شاء الله التقليل من التوتر التوتر في مكان العمل أو في المنزل يؤثر سلبا على الجسم وعلى التوازن الهرموني الضروري لتحسين فرص الحمل لذلك كنبغي منك أنك تسترخي بكل الطرق الممكنة يعني أي حاجة تقض ترخي لك الأعصاب ديالك حاول تدريها حاول تصنطي القرآن حاول تسترخي حاول ممارسة رياضة اليوغا حاول تصلي حاول تدري شحر من حاجة اللي غادي تقتر خيلك الأعصاب ديالك وبالتالي غادي تقلل من التوتر اللي غادي يعني باش الهرمونات يخدموا بالشكل الصحيح الحفاظ على وزن معتدل كيف ما كان عرفه بأن السمنة والنحافة المفرطة أيضاً كتأثر على معدل الخصوبة والتوازن الهرموني وبالتالي فهي تعمل على تقليل فرص الحمل لذلك حافظة على وزن معتدل وقبل ما نكمل نصائح يلعجبكم بطبيعة الحال هذا الفيديو حاولوا تدعموني باللايكات ديالكم وتشجيعات ديالكم اللي ديما كنت وصل بها ومشكورين على ذلك ولكنت أول مرة كتشوفي القناة حاول تخلي لي واحد الاشتراك بالأحمر أسفل الفيديو وفعلي كذلك خاصية الجرس ومرحبا بالنس اللي كينضموا جداد للقناة نتمنينا الإعجاب ديالكم المحتوى ديال القناة نكملوا في النصائح بالنسبة للنصيحة الأخرى وهي مراجعة الطبيب كيف ما كان عرفه بأن أي مشكل صحي عند المرأة أو عند الرجل خاص ضروري تعالج بشكل دقيق وبشكل متتابع ومتواصل عند الطبيب اللي كيكون بطبيعة الحال خاصه يكون متخصص في النساء والتوليد يعني خاصه يكون على دراية بهذا المشكل اللي عندك وقارع عليه وعارف شنو ممكن يعطيك من أدوية وكذلك يقرأ كيفاش كتباله الصورة على الصنار باش يعرف شنو المشكل بالضبط اللي كتعاني منه وما يتأخرش عندك الحمل أكتر وأكتر إذن ضروري من زيارة عيادة الطبيب باش هكا تعلي من فرص الحمل باش يكتشف الطبيب كذلك العائق اللي موجود ولكن سهل ممكن يعطيك أدوية إلا كان شي مشكل كبير غادي ينسحك وغادي يقول لك عدة طرق أخرى باش ما تأخرش الحمل بإذن الله وكذلك فحص الزوج مهم بزاف خاص ضروري الزوج يقوم بالفحوصات حيث الزوج جيلا كان عنده مشكلة رغي أكتر على فرص الحمل ذلك أن عدد الحيوانات المنوية مهم لتسريع الحمل وكتأكتر عليه عوامل متعددة مثل وزن واستهلاك النيكوتين والكافين وحاجة أخرى وهي عدم القنط يعني ما تقنطيش من هذه المسألة أن الحمل عندك متأخر فممكن يكون الصبر ديالك يعني عنده قيمة كبيرة عند الله فهو اللي يعتك هذا الوقت هذا باش يختبر الصبر ديالك وإن شاء الله غادي يرزقك في القريب إلى فقط احتسبتي هذا الأمر وصبرتي ودرت اليقين ديالك في الله وبقيت ديما في طاقة إيجابية وفي تفاؤل وإن شاء الله يكون خير وغادي يتحقق لك الحلم ديالك عما قريب كنتمنى هاد الفيديو ينال إعجاب ديالكم إلا عجبكم طبيعة الحال ما تنسونيش من لايك والاشتراك في القناة وكذلك إلى علقتي وأن أنني ما قلت شي حاجة في الفيديو حاولوا تخليوا هاليف تعاليق أو الاستفسارات ديالكم كنجاوب على جميع تعاليق إلى اللقاء مع فيديو مقبل إن شاء الله السلام عليكم موسيقى